اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة ضد الدوتجيز. بحيث أننا ما نشعل الحرب مع اللومبرد لأن الحرب مع اللومبرد ستتم فيما بعد. وحتأثر على السمعة. بيجوا واحد يقول ما بتأثر على السمعة بقول له اسمع. بعد ما نطور المركز الرئيسي مستوى الثالثة نحن نطلع الجيش ونوريك إن شاء الله كيف هتأثر على السمعة. ليش؟ لأننا بنفك ميثاق عدم الاعتداء مع اللومبرد. أو ممكن نهجم على طول. إذا فكيت ميثاق قد نعتداء مع اللومبرد. أوكي. ما أنك تهجم عليهم إلا بعد تسعة دوار. عشان السمعة ما تتأثر. حلوين. هذا هي الفكرة. فبنطلع هنا بسرعة. جنرال. نسوي الجيش جديد هنا كم شيء. طبعا عندنا عبدالله. عبدالله هذا يعتبر ميرشانت يعني ينفعكم محافظ أكثر من إنه يكون أي شيء ثاني. ما ينفع كون جنرال. ما ينفع كون جنرال. عندنا طبعا ابن المقدام. خلص سوي إنسانة لقسي. على ابن المقدام نعطي مهارات الجيش ذاك. نحن نقل لك يا ربي. حسنا نطلع طبعا جيش جديد عزي شديد. هل أنت مستعد لتسرعة؟ نطلع جيش جديد. عشان ينتبه للحدود هذه. حسنا نطلع جيش ثاني. حلوين الجيش الثاني. نفوض يكون في المدينة هذه. حلوين عشان يمسك المنطقة هذه. يرفع التاكس يرفع الضرائب. نحن نبغى البلانشمنت. حسنا نمسك المنطقة هذه. نحن زعلانين شوي. حلوين. حسنا. إنه مجموعة والمعارضة. لتسيطر على الوضع. لسيطر على الوضع. ومعارضة المعارضة. إنه مجموعة والمعارضة. إنه مجموعة والمعارضة. حسنا. إنه مجموعة للحكيم. حسنا. 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 من المعارضة. حسنا. 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 هذا مهمة الجيش. في مرة أحد. هذا سطول بحري طبعا. سيكون. في المنطقة هذه. لا أبقى تنخله هنا. يرفع باب الكوردر. يرفع السعادة. حسنا. حسنا. سنجيب الجسوس حقنا هنا. نشوف شفيه. نقدمه حلو. حسنا. 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 تغير. كتبا. نش dent. حسنا. لم يكن مرة قوية لكن خبرة الجنود ممكن تساعد إن شاء الله أنه يكون يصمل في منطقة هذه و بكذا يكون أننا يسفدنا من الدور هذا طبعا ما عندنا فلوس أبدا فلوسنا هي ما عند في فلوس هل يجب أن نساعد حجمات ضد كرواتيا طيرنا المدن حقهم من أربعة هنا اكتشفنا وقعد في جيش هنا جيش هنا حلو بتدمرهم إن شاء الله تعالى ما رح يكون شي صعب يكون شي سهل جدا البطن رجع سوف أتحرك لجيش أنت سوف أتحرك لجيش لجيش استفيلية مع اللومبرد كيف علاقتهم مع بعض علاقتهم طيبة والله وهذا الشعب شوضع ما عندنا أربع مدن مسوي زحمة حالو دوتشيز بافاريا طبعا تحلفان صديقه مع شرلمان يكرهوني بس يجالسين يحبوني شو 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 كروهوني اللي قاعد يحارب كرواشيا حلاقتي مع كرواشيا قاعد حسن شلون مدري لاحظة يسني قاعد يحارب كرواتيا وزعنانين مبسوطين يعني كيف ندري حسن شوف شفيت حركات زيادة عبدالعزيز ماسك هذا السطول إنه محبوظ أن تطلع زيادة صار عندنا حلو سطول ميناء السطول الثالث يعني بدين يطلع مقالي وأساطيل مطورة شوية أطور من اللي موجودة نحن سطول البحري هذا السطول البحري والله ما هدري وش فايدة نسرع وسخله طيب إذن في الحالة هذه سيطرني يقول على المنطقة من الحلقة اللي راحت بعد ما أخذنا مدينة هذه طبعا في شيء نسوي الآن نطور الوحدات في الجيوش كلها أكثر وأكثر ليش؟ لأنه صار عندنا ثقنة مستوى الثالث فانا بنطورها في كل المناطق أوكي؟ هذه المنطقة طبعا توني حتنا لها محافظ نعطيها سانيتيشنز ونضيف مهارات للمحافظة اللي هو المنذر نعطيه مهارات زيادة إضافية وننهي هذا الدور الطويل جدا اللي أخذ تقريبا ربع ساعة اللي توني جاي بعد قطعة زيادين ثلاث أيام أعتذر عن هذه القطعة للأمانة نشغلت شويتين بالدوام والأمور هذي الواحد يكرف ويرجع يرجع مرة عبانة حالة وحالة أشكر دعمكم المتواصل على السلسلة هذه وعلى القناة بشكل عام نعطيكم ألف عافية هذا الجيش اللي ورا بسيط أمره لكن الجيش اللي رجع ورا ورا أعطاه ريوس مرتين أبراح أرجع له أبجكتف كومبليت خلصت مهمة المهمة هذي ستة أدوار كل مرة تخلص منها دور تأخذ فلوس زيادة طبعا بكل بساطة المهمة ذي فكرتها أنه كنت توصل مستوى الأخير من القوة الامبراطونية حتى وصلنا مستوى الأخير فأعطانا عليها فلوس صار عندي ثنين واربعين ألف عطاني زيادة خمس عشر ألف جاتري مهمة جديدة طبعا اللي هي ايش سيطر على مئة وعشرة مدن مختلفة واذا صويت هذا الشيء بنعطيه خمسة عشر ألف الصورة هذه عجبتني بشكل كميس رأي شوف كيف جنرال واقف والجيوش تتمشي يا إلهي منظر بطل طبعا هذه المنطقة كسرنا المبنى اللي هو لا مو هنا ليش تقول هنا هنا عشان نبني بدالة مسجد نثبت الديانة في المنطقة الجديدة هذه للإسلام يعني قاعد يطلع فيها بشكل بسيط لكن الديانة الوثنية ديانة عبادة الأصنام قاعدة تطلع أكثر من الإسلام لكن هنغلبها إن شاء الله لديك تشعر كسرنا المنطقة تشعر كسرنا المنطقة سوف تحقيق 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 التحقيق تحقيق 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 لنذهب للمسجد المسجد من السنة الثالثة أفضل لذلك نكسرها نكسرها قليلا نخلي لفة اثنين بدل ما هو ولا شيء الجيوش هذي لازم تتحرك بشرة تتحرك 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 نحن تتحرك نحن تتحرك نحن تتحرك والجميع لا نريد ان تذهب للمتنم الجيش هذا ما نبغي يروح هناك بسرعه خلف المنطقة هذي يتسفيد من الثكنة ولا اتحرك المنطقة نمس نمسك الحدود الجيش ذا والله مفروض يضرب من فوق مفروض يضرب من هنا مفروض يضرب من الثانية و لكنه لا يستسفيد من الثانية لانه لا توقع ان هناك طريق من هنا ولكن من الثاني كان هناك مشوار طويل جدا ولكن هنا نحتاج جيشين لكي ندمن هذا الشعب ولكن هنا نحتاج جيشين لكي ندمن هذا الشعب لا نحتاج أكثر لذلك ومن أجل تحقيق ذلك طلع مقلع في الجيش ذا مقلعين من واحد هذه هي تحقيق المنطقة لا يجب عليك هل تستطيع الان انتظر لنحردها؟ حسنا اي شجرة التكنولوجيا حسنا حسنا نزيد السرع هنا نبحث شجرة التكنولوجيا حسنا هناك مناطق جديدة حسنا حسنا هل يمكن أن تحكم عملية الفنة؟ لا لا هل يمكن أن تحكم أسراء حسنا؟ هل تق Lindsey على الاستمرار هل يمكن أن نصفح الأطباء؟ هل يمكنكم أن يتعرض طويل؟ حسنا الجيش هنا طبعا ما رح نبنيه اكثر اكثر لانه المستوى الثالث رح نطلع طبعا وحدات جديدة في الجيش هذا هذا هيكون جيش قوي جدا 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 هيكون عبارة يعني عن خيالة مدرعة خيالة الحرس الخاص وحدات الرماه اسمهم عفوا وحدات ابو رمح رماح بني امية ورماح الحرس الخاص وحدات الرماح الاندلسية المدرعة الثقيلة وسيافين الحرس وحرس القصر وحدات المبارزون ورمات الاندلس هذه كلها وحدات اليسارة زي ما شايفينها تطلع لك اذا طورت الثكنة المستوى الثالث هزي ما شاهدين حنشوفها بعد خمس ادوار لذلك ما رح نطور هذا الجيش اكثر وكثر الجيش هذا بقيادة ابن المقدام حيكون من اهم الجيش في المنطق هذي اللي رح تدمر وتشل حركة اللومبرد باقل شي ست مدن محيطة فينا او سبعة اوكي الشي اللي حيزعل الروم بشكل كبير جدا ولكن ما يهمنا ابدا زعل الروم وهم شي زعلنا حنه فهذا الجيش بكل بساطة نجيبه ونطارد فيه هذا الجيش محيطة في المنطق هذي الحكيم نقدمه قدامه يضبط باب لكوردر هنا و نشوف واش نقدر نسوي في المنطقة هذي اكثر واكثر و اكثر اللومبرد طبعا ماذا علاقتهم مع كرويشيا هلا اللومبرد بيهجمون كرويشيا ولا لا بس علاقتهم طائحة مع كرويته شوي هذا اللي اعرفه طبعا مادر بان جيشهم الكبير كان لهم جيش كبير اموما هنا ناسا نبني جي مطارد هذا الجيش اوكي اهو قاعد هنا ما رح يقدر يعبر ما يدري والله خلنا نرجع نحمي المنطقة هذي المنطقة هذي جديدة عزين شديدين تحتاج تصليح طبعا هذا ما لننكسره لماذا تكسره على طول تحوله خلال ستة رات مساء الثالث نسفيد منه هذا نكسره هذا نصلح هذا نحوله لمسجد ما مدينه لازم نصلحه توقع الله مدري اوكي اهو لانه مكسر طيب نصلح و بعدين نحوله المستوى الثاني هذي بكل بساطة في المنطقة هذي جديدين طيب عفوان عبدالعزيز لا زال عندي 17 ألف عزين شديدين وطلع مقالي ثلاثة سيفين ذولا نسرحهم طلع سيفين أقوى سوف يحتاج لسطول بحري لكنهم ضد النار إذا نخلهم وهذان الرماء وكالية وينهم ما عندنا الرماء في الجيش ذا أفا دعوة الرماء نحتاج أكثر رماء 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 سواء جايش في سطول البحري في المنطقة هذه عدة تأهيل لهذا السطول البحري المهم في البحر هذا مهم شكه كبير طبعا آآآ ما عندنا بعد إسماعيل بنسبوه دور مهم ولنرى المدن على ما عندنا بسرعة ويش بيصير فيها ما لبنا نطور بقلبي نبني منطقة قيرونا ما ادري ما الفائدة اللي اضطت فيها الثكنة من الساوات الثالث بس رغم كده ما نسويها منطقة احتياطية نحس الثكنة من الساوات الثالث مفوتكون هنا في أورقيل لا ناربول ايه من جدي حس مفوتكون هنا قدام شوية ولكن لا بأس كيف يمكن ان اصبحت قيرونا برضو لا بأسين اوكي ميش عندنا هنا هنوين تقليل الفساد بربع علاف توميش ملا بعدين نشوف كرويشيا المناطق الجديدة كرويشيا انه في المدينة هذي مش حاطينه هذي مش شو لذي طايد ما له هدايا حس كسرها مناطق الجديدة هذي والله الواحد ينحول والله ما يدري شي طور وش ميطور هلاز كل شي عندي طيب ماهو المبناء اللي قلنا في فساد ما فساد انطوره هلو هلو وينهي هذا الدور صارت مرة كبيرة للمبراطرية نحن نحن مجدداً و سيكون مجدداً لتقوم بك من أصدقائنا و قاعد يشبه و كيف ممكن يسير قاعد يحارب اللومبرد اللومبرد طبعاً يكرهون الشرّمنين لكن كلهم نصارى ايوه أنا ما أبغى العلاقة توصل إلى هذه الدرجه أنا أبغى بس يكون ساكته شوي دفعها صديقة يعني بيسحبني معاه في حروب أنا في غناء عنها و ضد الاستراتيجية اللي ممكن أنا وصلها لها الأن و قاعد ألعب فيها لذلك موي دافع نفسك يا حبيبي ليس من مقلعد عنك أنا أبداً أبداً ما يوقفون في صف النصارى قد واقفوا في التاريخ لكن انا اقصد في اللعبة هنا وش هذا؟ وش هذا؟ وش ذا؟ شي غريب طيب جيش كرويش يرجع جيش كرويش هذا جاي على مدينتي يطاردك وينما تروح والجيش ذاك بعد وخليه يطارده وينما يروح فلانسيا جاي في التاريخ الحقيقي طبعا صار فيه تحالف سابق بين المسلمين وبين النصارى وبين المسلمين وبين اليهود كذلك قاعد اشوف فيه حرب غريبة قاعدة تسير هنا مسعيد جدا لهذا الحرب بس من هذا اللي قاعد يساوي الحرب؟ لا يكون خطير عليا بس مش ذا الشعب نعم 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 مفاو نعم نعم مش المفاو نعم 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 اذهب للمدينة الرئيسية المدينة الرئيسية لا يبدو مدينة الرئيسية نحتاج الناس جيداً يجب أن تجعل المدينة الرئيسية مستعد للمدينة الرئيسية مستعد للمدينة الرئيسية شركة هناك مندینة الرئيسية جداً تجعله في المدينة الرئيسية تجعله في المدينة الرئيسية تجعله تجعله بأسداء الرئيسية القطاع لا يمكنك لا تجعله 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 ونجعله في منطقة هذه ونعطيه الزر ينشر الديانة ويركز على الوضع هنا شوية أكثر أكثر أوكي نطور الجنرال البطل اللي مع الجيش يا سلام كانينغ الأشياء هذه وش اللي قاعد يصير هنا الأفارز جاينا يهجمونهم هنا مدري ما قاعد يصير الأفارز مدري ايش أنا شفت جيشهم جاي هنا هيا هذا هو جيش ضعيف جداً لسما ادري ما الرايح ولكن الجيش هذا القوي شوي حيتوجه إن شاء الله وحيضرب مدنته من أخيرة ولكن ليس هذا الدور معلأسف هذا ابغاه يخش جون الجاسوس يشوف الشأنه حلو طيب المدن نميشوف المدن مرة ثانية طيب نما نشوف المدن هذي عزيم شهدين اللي هي في الجبهات نبغي يكون فيها ثقنة لا سلام يا سلام بل وين طيب الجهة هذي كيف الأمور يا سلام أريد الفوضية مستعد للمساعدة المنطقة هي السالفة نعم نشوف الحرب التي تستفيلها كيف تحدث والله دعس لماذا مسجد ليش مسجد عندنا مسجد كسر 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 يا مدير هنا لا ما يحتاج هنا تمانا مكسرين كسر الزيادة فيه ثقنة قاعدة تسير في منطقة جيدة توفر كل المناطق هذي توفر لهم الجنود حطنا في مدينة روديز كمدينة بعيدة عن المشاكل متسمح لك تجند الجنود بشكل أفضل ننزل بسرعة لدينا ثنائية ثلاثين ألف ديانة هنا كيف مئة بالمئة طيب نبتكت كل مناطق فيها مسجد خلال نزيد هذا نطور هذا في لزبون ليشبونة نطورها مركز رئيسي مستوى الثالث البيجة الديانة كيف مئة بمئة سفيلية كذلك نزيد الانتاج خرب أهله فلوس فلوس عندنا فلوس حبيبي كامبرا طور مركز رئيسي هذه كالغيري نطورها مركز الرئيسي لحظة لحظة التحركات كيف نسينا التحركات هذه المنطقة طبعا نحتاج فيها الحكيم هذه المنطقة خلاص عاد نبي الحكيم هنا جيب الحكيم طيب 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 ما بعد عبدالعزيز هذا الجيش هذا السطول تخطيط إلى الآن عسكري تخطيط إلى الآن لا يوجد أي تحركات تحركات تحدث هذا الجيش سوف يريح هنا قليلا حتى المقلع يستنى الجيش يأتي أو لا يحتاج نقدم ندخل أراضي حتى نضرب الدوش نقدم تطوير نقدم تطوير نقدم تطوير حسنا حسنا من هذه المدينة حسنا تجنيد حسنا ومن هذه المدينة أيضا يقدرون يجندون منطقة هذه يقدر يرجع ذا الجيش يجند ويرجع في الجنيف أيضا في ليون قاعدين نسوي ثقنة سلام ولا أرواع حلو يعني نوضع بطل طبعا خلنشوف المدينة اللي شلي منها الضرائب كرويتيا كرويتيا أنا بنرجع ذرايب لها طبعا نشوف الضرائب عن طريق رقم صفر هنا لعليسار هذه أيضا بنرجع الضرائب فيها جيش ما عليك الأمر تمام في روما شلنا الضرائب برضو نرجعها وفي سويبيا في المدينة هذه بالتحديد نرجع الضرائب ومنطقة هذه كذلك الوحيدة نرجع الضرائب حلوين 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 هذا نقدر نسويه انهي الدور الوليد جت له مهارات عبارة من محافظ نعطيه حماية 10% دروع انفلونس مدرعيش انهي الدور يمدير شغل ولا أروع شغل بداعي سنضرب الدوتشيز ان شاء الله تورن الجاي اللي ما بينه بينهم أي شي سنخشف حرب مع الأفارس ضدهم ميليسيا ايرلندا بفاريا كرويشيا لم يأخذ هذه المدينة ولا يستطيع أن يأخذها نريد فصل الشتاء خلص فرنسيا لا أعلم لكن خطره لا يوجد خطره هذا الشعب فزنا خلصنا ختمنا اللعبة يا سلام كيف مدري سيطرت على 15 منطقه طبعا هذا الفوز النهائي هذا الفوز الثاني هي ثلاث أنواع للفوز طبعا كل بساطة نكمل التختيم نكمل التختيم فيه ناس قالوا نزلنا منطف التختيم بإذن الله بإذن الله بس بعد ما خلص ممكن اسمي أبلواد ركارد بس مولحين خلا بعين هذا البرقريشن اللي هي المراحة اللي وصلتها إلى الآن اجعل الانفارسم لا سوف اجد الحرب من الربات في lite هارم ضد خسرت 300 رجال في كرواتي من قوة البرد لكن رجعهم إن شاء الله يا ربي هذا يحط لي وضعية دفاع سأأتيه سأتدمرها إن شاء الله طبعا المنطقة هذه والمنطقة هذه تختلف فهذه منطقتين مختلفتين الموضع هنا يحتاج قليلا سأجيب الحكيم سأجيب الحكيم أنت تدمر المنطقة يا ربي سأجيب الحكيم سأجه اقوم بالذوق بعدها تقوم بالذوق لطفق ؟ ؟ ؟ هزkę لطفق سأجيب المسرع سبا أتبا لكم يا ربي ؟ ؟ الثكنة يريد أن تضبط وضعها بسرعه غرب الاندولس صار مدينة ابني مبنى جديد شي جميل جدا طبعا ابني مبنى تصريف عزين وشهدين او مبنى جيب دخل زيادة اللي هو ذاه كرافتسون طبعا ما تفرق اي شي اول مكتبة اذا فيه مدينة ابنية هلا اه اه ردي بنات حلو اوكي هلا هذي سانيتيشنز الجيش هذا ما اسكينا مره قبته اكتشفنا شعب جديد عزين مش هدي ما ادري ما وضع الشعب هذا وضع غريب عجيب بجيب الاسطول بحري خلا ثلاث ادوار وما ادري ما يسوي هو اذا به هاجم هذي المدينة حيخسر حيروح فيه وطي ما رح يقدر عليها فيها حراس شكل قوي جدا لا ولسه قاعد يطور مركز رئيسي حقها زيادة في المنطقة هذي عزين مشاهدين نشيل المسجد وعندنا طبعا ثقنة عندنا مسجد عندنا كون شي طيب نشيل المسجد لا تصريف لا تصريف يساعد الجوش انها تهيل بسرعه يعني الدمه يرجع بسرعه البطل اللي مع الجيش جت له مهارات زيادة يعطيه مهارة تجنيد جباري زيادة يعني يبديك طلع خمس وحدات في تور واحد اذا كان هو مع الجيش او اذا كان في المنطقة اللي فيه الجيش في احتكاك كبير قاعد يصير هنا بين شارمان وبين استفيلة قاعدين يضربون شارمان ايضا عنده جوش ثانية وعنده جوش كثيرة يعني بكل بساطة شارمان عنده جوش من هبل وما ادري اذا سيسمح للسفيلة انه يوقف ولا لا لكن الزبد ان هنا فيه حرب شرسة نطور مسجد مسجد الثاني وقريبا ان شاء الله سنطوره مسجد الثالث اذا صار عند الامكانية تطويره مسجد الثالث بعد دورين اوكي الجيش هذا جاي نبغا ييجي هنا مستعد لبطل دخلنا اراضي الدوتيز دخلنا اراضي الدوتيز اوكي جيش ضخم جيش خوف دخل اراضيهم هذا الجيش ايضا 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 ايجي سيشارك في ملحمة كبيرة ضد الدوتيز الدوتيز خايفني شوي علاقتي معهم طاحت بشكل كبير هذول هم شعلة الحرب ضد اللومبرد عزام شاهدين فنجتم انجر امي فلازم ننتبين هذور كما تبدور هذور جيش حذرت نتبين هذور فلذلك نجيب الجيش هذا هنم جيش ويشتمع الكبير جيش سوف نزوله تحت ما ادري كيف صراحي اين وقليه فوق او تحت نضرب من هنا انا افضل ان اضرب من فوق من هنا كيف هيكون الطريق اه اوك من هنا اوك بس في انهار وكروشة هذا يعني طريق غبي صراحة بس هيكون حلو نضرب القرية هذي حتى اعلاء برضو تخطيط مو حلو اللي اذا بمشي في هذه المناطق واخسر هلث برضو شي غبي او اني اجي هنا وخلاص برضو شي غبي باذا كل السالف تقول انك تروح فوق افضل نبي عبد الرحمن نتوجه فوق افضل ناخذ ميثاق دخول اراضي من هذا ونخش نضرب مدينة الى هنا انا انا اكيد انك لديك الكثير من فوق مني اوك ما يبغى اوك ما يبغى ام يجد من المساعدات شرلمان وحتى غريبها نخش عبر انتظر أمرها بسيط هل نتجسس هنا شوش عنده هرا بيت ترى شو يعني خوين هذا ترى يعني هذا شف قوات قوية شوي طيب إذن الخطة تقول هذا لو جيت كذب ينهاش حولو 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 طيب ونكسر هذا المبنى ما عندنا مسجد اللي عندنا هيزبط إن شاء الله التورنات الجاية حولو فيه ثكنة فيه مور فيه مقلاع ما ندري هذول عنده مقلاع أكيد مقلاعين بعد مو مقلاع واحد تو مقلاع اللهي خلنا نجي دمر الجيش اللي هنا فيه جيش هنا أنا متأكد ما أدري هلون ما رايح وين جاي ما أدري صراحة في المدينة هذه خطلع جواسيس زيادة اتركنا المنطقة هذه هذا ممكن يرجع ويضرب لها المدينة سنكون حن طايرنا هذه التورل جاي نشوف كيف الوضع انها مستعدة للمنطقة نحن نقلق لك على الارجح طيب داردوس عبارة عن محافظ اخذ مهارات نعطيه مهارات سعادة وزي كذا للناس المغيرة محافظة نعطيه ايضا مهارات سعادة ويبدأين يطلع طبعا محافظ رقم 12 يا حلمين نطلعها في سردينيا الجزيرة هذي نعطيها محافظ يسيطر على وضاعي هنا اللي هو عبدالجبار وننهي الدور وبعد ما يعطيهم امر يركزون على السانيتيشن طبعا طايح شوي سالب اثنين والاسلام شوي طايح زادة النصرانية بسبب ان اول شي في واحدة من المدن هذي ما يتبعنا السبب الثاني اتوقع الناس طايحين هنا زعلانين عشان وجود هذا الجيش هو مو عشان وجوده لكن عموما نصلح الامور ان شاء الله ننهي هذا الدور هذا اخر دور عزي مشاهدين ننهيه بعدها اضطر اني الحلقة تحول كبير صار فالحلقة هذي بالاهداف سيكون يعني داخل ضد اللومبرد واعلان حربي ضد اللومبرد عن طريق الدوتشيز يعني ضربت الدوتشي سنشوف مو هذا مو كرويتي الثاني هذا الحاش تحركاتي كانت غبية شوية بالجيوش والجيوشي كانت برضه غبية ما تتتحرك المسافات طويلة لكن مسيطة اتتتحرك المسافات لاحقيا هذا السريع يجب أن تغلب المسافات يجب أن تحرك المسافات بطريقة على الحضور يبغي حكا مستعد لنصر تعال هنا لا في شيء كرويتي انا متأكد هنا كان لهم جيش عموما تضع المترجم للمساعدة جاهزة للمساعدة جاهزة للمساعدة جاهزة للمساعدة جاهزة بنفسك جاديك انت تساعدت انت تساعدتك انت تساعدت جدا نعم أعطيني أساعدك سيضربوني المدينة هذي بالجيش حقهم ذا اللي ما هو ذاك الجيش صراحة انا اتوقع يعني اقدر ادافع عنها صراحة ضلع ايش اسمه ذا مرتزقة بس ما في مرتزقة في المنطقة هذي ما يوفون قليل عددهم بخلي ياخذ المدينة ذي بعدين نكبس عليه ان شاء الله بالجيش هذي الجيش ذا حلو 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 اوكي الى الان الوضع بالسببتك اوه 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 نحن نقلل لك يا ربي اوه 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 سوف نضبط الوضاع هنا نريد المرتزقة واحدة بلسلامات في هذه سوف نحن بيهبب مشكلة منطقتين تولنا سيطر عليها حتى الحراسة فيها مصابين سوف نرى وضع كيف حسنت نحتاج جيوش هنا كثير نحتاج أربع جيوش وشان نضرب اللوم برض بشكل قوي يعني إلى الآن هذا الوضع نشوف الحلقة الجاية إن شاء الله كيف حتكون الأمور ترجمة نانسي قنقر